كان عندي برضو سؤال من الأستاذة الكلمة اللي بتقول أنا بنتي كل ما يجيلها عريس تقول هيجيلي اللي أحسن منه كل ما يجيلها عريس هيجيلي اللي أحسن منه وكل ما يجيلها عريس وهيجيلي ما بنتبطلش عايز أقول رسالة لكل إخوات الشباب اللي معطلين جوازهم واللي مش عايزين يتجوز وقول لك اللي عمر بدري في حاجات حلوة كتير لو ما جاتش في وقتها مش هنحس في حلواتها بالضبط زي إيه زي اللي فضل مستني إيه ما تجوزي لغاية 45 سنة وعنده كل سبل إنه يتجوز بعد 45 سنة قعد متجوز خمس سنين بقى عنده 50 سنة هب خلف وهو عنده 50 سنة اتحرم حاجة حلوة قوي إنه يعيش طفولة ابنه لإنه عجز ولإنه بقى من جيل وابنه من جيل على النقيد اللي استنت إنها تتجوز وبعدين لا هيجيلي أحسن منه 35 سنة هو ربنا رايد مش مش عشان أنا بقنت الناس في رحمة ربنا وقول لهم لا أنت وحشين اللي عدها 35 سنة باقي من الزمن خمس سنين علشان نقدر نخلف وإحنا مرتحين هل هتقدري ما ناخد الحاجة في وقتها كل واحدة مرتبطة بشاب ومستنيها يتقدم لها لو ما عنده الظروف وقعد يقول لك طب سنة 2-3 عرفي إنه بيتحك عليك وما تموتيش حياتك واللي خلق ده خلق اللي أحسن منه كل شاب ما عندهش ضمير ولعب ببنات الناس وعشمهم وهو مش هينفذ وعده خصيمك يوم القيامة سيدنا النبي سيدنا ترجمة نانسي قنقر